من مخيمات النزوح والشتات في اليمن تتدفق هذه الافواج الشعبية الهادرة رافعة اللواء القضية الفلسطينية التي تنبض بها قلوبهم تضامنا انسانيا مع غزة وتنديدا بجرائم الاحتلال واغتيال القائد اسماعيل هنية هؤلاء هن حرائر اليمن الاكليلات الماجدات امهات وشقيقات وبنات الشهداء الذين ارتقوا الى الله في ميادين العزة والكرامة وهم يدافعون عن الوطن من المد الفارسي بذراعه الحوثية الارهابية اننا حرائر اليمن في محافظة مأرب ننعى ونعزي اهلنا واخواننا في غزة خاصة وفلسطين والامة الاسلامية عامة في فقدنا الجلل للاخ المجاهد الشهيد اسماعيل هنية ابو العبد نحسبه كذلك الذي اغتالته يد الغدر في طهران بايران والذي كان رحمه الله تعالى مثالا للثبات في الجهاد والصبر هنا تقف القضية الفلسطينية والقضية اليمنية على قواسيم مشتركة في وحدة الجرح فلا فرق بين احتلال واحتلال والارهاب واحد وان تعددت الايدولوجيات والمشارب ما دام الضحية هو الانسان ملايين من النازحين اليمنيين الذين دمرت الميليشيا منازلهم واستوطنت اراضيهم ضمن خطة التغيير الديمغرافي التي هي صنو السياسة الاحلالية الاستطانية للاستعمال الاسرائيلي في فلسطين المحتلة ورغم ما شاق الشتات وغربة الشتات الداخلي الا ان النازحين الذين تشكلوا النساء الثكالى والاطفال الايتام ثلث عددهم الاجمالي يعيشون القضية الفلسطينية قلبا وقالبا ويدعمون غزة بما هو فوق المستطاع لا مزايدة هنا اذا ولا استثمارا سياسيا لقضية فلسطين كما تفعل ادوات المشروع الايراني في اليمن حيث تستغل ميليشيا الحوثي القضية الفلسطينية كطاقية اخفاء لجرائمها بحق المدنيين اليمنيين ولتبييض يدها الملطخة بكل سوء